لو رجعنا من صفيني مرة وروحنا بقى للأول الشعر علاقة حضرتك بالشعر حاليا مش مستمرة ولكن بدايتك كانت رائعة بالنسبة للبدايات الشعرية للشعراء ليه توقفت وانفصلت عن الشعر اقول لحضرتك هو الشعر عادة اي واحد في مقتبل عمره بينزع للشعر انا ما عنديش تفسير يعني يمكن الرومانسية الكلام ده بيحب بنت الجران فعايز يكتب فيها قصيدة كنت بتحب بنت الجران كلهم بنات الجران فالمهم ابتديت شعر وما كنتش في ذهني ان انا حنشر بس كنت بكتب بانتظام الى ان يعني اقنعني احد الاصدقاء بان انا انشر فنشرت فابتديت اتورطت اول ما بتنشوري بتتورتي لان بعدها الناس بتقولك فين بقى الشغل حتكسل ليه كلام ده فيعني ايه تصورت ان انا بقيت شاعر وبتديت اشتغل الحقيقة انا حبي الاكتر للمسرح فاتجهت للمسرح وعملت مسرح شعري لان حتى انا في القصائد كتير من القصائد دي كانت في شكل دراما او قصة وانا اول ديوان ليه كتبت النفسي مقدمة صفحتين ثلاثة يعني بقدم نفسي وبقول وجهة نظري ايه وقلت الملاحظة دي ان انا بلاحظ ان كتير من القصائد دي واخد شاكل دراما او القصة وممكن يسميها قصة قصيدة يعني او شيء من هذا القبيل بس بعد ما عملت مسرح وتعبت فيه جدا لان المسرح شغله صعب يعني ما عرفتش انافذ المسرح ده لان طبعا انا اسمي مش معروف عامل مسرح شعري يعني حتى وصلت للمسرح القومي وقابلت المسؤولين فيه وكانوا قلوها لي بكل صراحة مش ممكن نطلع على خشبة المسرح القومي مسرحية شعرية الواحد مغمور مش معروف لكن سنة كم؟ كان سنة مثلا تقريبا واحد وتسعين اتنين وتسعين ففي الفترة دي كان المسرح الشعري غير رائع بيتعمل بس مين للأساس فاروق جوي ده الناس المشهورة اسماء كبيرة اه انما طبعا واحد لسه مش معروف ما كانش ممكن يغامره يعني فانا حسيت ان الطريق مسدود وده يمكن سببلي نوع من ضيق فابتديت افكر اتاجه للدراما بقى الروائية مش الدراما المسرحية لان انا اقرب للدراما يعني وده مرحلة تانية اللي انفصلت فيها نوعا ما عن المسرح الشعري خلاص انا سبت الشعر والمسرح الشعري واتجاهت لي الرواية اه بداية الروايات بقى كانت ايه؟ انا اول ما حسيت ان انا عايز اكتب كتابة نسرية الحقيقة ما كانش عندي جرأة اكتب رواية ففكرت ان انا اكتب ذكريات طفولة اللي هو كتابي الاولاني يوميات طفل قديم ذكريات الطفولة كتير من القدبة في العالم ليهم كتابات عن ذكريات الطفولة فانا يعني قلت ده شوية اتجرأ فعملته انا كنت بطبع على حسابي كل كتبي ما بديش ناشر او كده برضو خجل مني ان انا لجأ لناشر وكده فبطبع عدد محدود على حسابي ويتوزعوا توزيع محدود جدا في الحدود الضياقة اللي انا بوزع فيها سواء لبعض الصحفيين اقسام الادب في الجرائد الرئيسية بعض النقاط اصدقائي انا كنت بعد مع الدكتور عبدالقادر القطف في جلسة يوم الجمعة وكان لي جلسة في مصر الجديدة الاول في كازينوس مغرناطا وبعدين في الانفتريون ففي معجموعة من النقاط والقدبة بهديهم الشغلي فالإطرد فعلي ايجابي عن يوميات طفل قديم جدا دكتور عبدالقادر علقلك عليها ولا متعرضيتش عليها لا دكتور عبدالقادر القطف قليل الكلام انما هو انسان عزب جدا شديد العزوبة وكنت بشعر بنوع من التشجيع الضمني او الترحيب الضمني طبعا ممكن يكون بيعمل لمع كل ناس ان هو انسان شديد الرقة والعزوبة الحقيقة وبعدين دخلت بقى في الرواية ابتدت اكتب واجد بعض الاصداء الطيبة من المحيط الدايق اللي حوالي اعم